بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلامة ورحمة العالمين السنة تن يسيرة جدا وثوجوع عظيم جدا لا أعلموا أكثر الناس قراءة سورة الإخلاص عشر مرات بعد كل سلام بأقل تقدير طبعا يعني هذه السنة لمن لا يستطيع أن يكسر منها سورة الإخلاص لها فضاء عظيمة جدا ذكر ابن كثير وذكر أيضا الإمام السيوطي في كتابه العظيم الدر المنصور في التفسير بالمأسور في الفضاء العظيمة لكل والله أحد جاء ثلاث من جاء بهن مع الإيمان فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وزوجة من الحر العين كفى ما شاء من من عافى عن قاتله ومن قاضى ضينا عن غارم في السر ومن قرأ كل والله أحد عشر مرات ضبورة كل صلاة سيد أبوك السيدي قالوا له رسول الله ولو واحدة قال له لو واحد خلي بالكم لو أنت قرأت كل والله عشر مرات بعد كل الصلاة زوجت من الحر العين كفى ما تشاء تكون أقصر الناس زواجا في الجنة وتفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء ده بشكرة وبس ده السبق إلى الجنة ذكر أيضا من ممو السيوطي من قرأ كل والله أحد عشر مرات من قرأ كل والله أحد كل يوم خمسين مرة والحديث ده يقوي الحديث الآخر لأن خمسين مرة معنى إيه وحب صلي خمس صلوات خمسة في عشرة بخمسين فده الحديث من طريق تاني الحديث ده يتقوي بالحديث الآخر الحديث الثاني كما جاء عن رسوله السلام إنه نقرأ كل والله عشر مرات ضبورة كل صلاة عشرة في خمسة بخمسين هنا بقى الحديث بيقول إيه من قرأ كل يوم خمسين مرة نودي من قبره قم مادحة الله فدخل الجنة قم نودي من قبره ده معناها إيه يعني السابق إلى الجنة يعني reopensate في القبر أو أول ما تقوم كم مادحة الله فدخل الجنة معناها سابق إلى الجنة معناها دخل الجنة بغير سابقة حساب والعذاب فاضل عظم جدا هذا الحديث أيضا التقويب الحديث الذي تقبل العلماء بالقبول والصحى الأمام الألباني فرح spielt قال من قرأ كله الله 11 مرات من قرأ كله الله 11 مرات حتى يختمها بنا الله له قصر في الجنة من قرأ عشرين مرة بنا الله له قصرين من قرأها ثلاثين مرة بنا الله له ثلاثة قصور فقال عبر بن الخطاب في رواية في رواية أخرى قال أبو أقن الصديق إذا نكسر يا رسول الله قال الرسول على السلام الله أكثر وأطيب يعني مهما تكسر لذلك أنا أخاطب الآن ضعاف الهمة السلام عنده قدرة على العمل الصالح اللي عنده همته ضعيفة وقته مشغول مش قادر يكسر يبقى على قال لا قوي 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 تقرأ عشر مرات بعد كل صلاة طبعا فيه ناس بتقرأها خمسمية مرة و ألف مرة في اليوم لكن على الأقل كما قال العلماء ما لا يؤخذ كله لا يترك كله ما انتش قادر تأخذ الخير كله ما تسيبوش كله خد ما تستطيع فعلى الأقل عشر مرات يبقى المرقب العظيمة إيه اللي أنت تحصيها من هزا من هزي السنة اليسيرة أولا هتبني خمسة قصور في الجنة خمس قصور لأنه بعد كل مرة عشر مرات لأن عشر مرات طبعا الحديث اللي أقول لكم ده حديث مرسل ذكره سعيد بن مسيب وهو من أولاد الصحابة وهو من كبال التابعين ولأولاد الصحابة لذلك صحاحه الإمام الباني هو حديثه صحيح له بإذن الله وكل ما قلناها قبل لذلك ده قوي لأنه عشر مرات فيها سر يبقى مرة أقل رأي رأسو منادية من قبلك يناديك يدخل الجنة ومرة ثالثة تكون أقصر الناس زواجا وتزوج من الحرعين كيفما يشهد يبقى المنقبة الأولى هتبني خمس قصور لأنك كل مرة وكل عشر بعد كل صلاة بأصر القصر في الجنة مساحته عشرات الملايين من الأميال حولكم الدليل من السنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى حول مقصوراتهم في القيام قال الرسول الصلاة القصر في الجنة القصر النبي والشهيد في الجنة به خمسة آلاف غرفة اضرب بقى خمس았어 لأن تلكлер فتلاف ستوميت ميل يعني واحد وعشرين مليون ميل مربع يعني ثلاثين مليون كيلومتر ثلاثين مليون كيلومتر يعني مساحة ما يساوي مساحة جمهورية مصر العربية ثلاثين مرة طيب ده مش بس كده يبقى أنت جدت من مراسك في الجنة عشرات الملايين من الأميال أو من كل مطرات ستزيد من مراسك من الحر للعين الآلاف أو عشرات الألوف أو مئات الألوف هذا يتوقف على منزلة هذا الرجل عند الله سبحانه وتعالى إزاي سيدنا عمرو الخطاء كان يخطب عن المنبر وقال إياها الناس أو تدون ما جنات عد قصر بها عشرة آلاف باب على كل باب خمس ومع إشون ألف امرأة وفي رواية الأخرى قصر بها خمسمائة باب على كل باب خمسة آلاف امرأة ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبني لك قصرا فارغا في كل غرفة يعني يجعل لك من تأنس به واحدة أو سنين أو سلاسة من الحر العين في كل قصر يبقى أنت زدت من رأسك من الحر العين الآلاف أو ربان عشر شوف أنت بقى طبعا الحر العين لو أنا واحدة من أهل الجنة نزلت إلى الأرض لطمسها نوروها نور الشمسي كما تطمسوا الشمس ونور النجوم ما فيش حد بيقدر يشوف النجوم بالنهار ليه ما منشوف النجوم بالنهار وأبراك سألت نفسك لأن الشمس نورها قوي جدا الشمس قتلة نارية مساحتها قدم ساحة الكرة الأرضية مليون وثلاثمئة ألف مرة درجة حرارة المركز فيها مليون الشمس دي نورها لا يسوي شيء بالنسبة للحر العين لو نزلت بالنهار الشمس تختفي تماما ولو نزلت بالليل تجعل الليل النهار ده واحدة بس ببالك بقى بالآلاف يبقى دي المنقبة الثانية المنقبة الثانية الثالثة حديث من الولدان المخلدين ما لا يحصل منحصصا قال في الحديث القصر في الجنة فيه من عشرة آلاف إلى سبعين ألف من الولدان المخلدين مع كل واحد منهم صحفة من ذهب فيها سنف من طعام ناسع مع الأخ يتسابقون على خدمتك في الجنة يبقى بنيت خمس أسور يبقى اضرب خمسة في خمسة بعين ألف تلتمائة وخمسين ألف خادم من الولدان المخلدين مع كل واحد منهم صحفة من ذهب فيها سنف من طعام ناسع مع الأخ المقائل بقى هذه أول حاجة زلت من رأسك في الجنة عشرات الملايين من رأسك من حر العين من الولدان المخلدين تكون أقصر الناس زواجا تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل أيها شاء ودور أصحاب المنازل العالية السنين السابق إلى الجنة أو دخول الجنة بغير السابق على الحساب والعذاب كما جاء في الحديث الذي ذكرناه الآن طبعا سنة عظيمة جدا جدا لا يضايح إنسان عاقل ليس ممكن إنسان عاقل يعرف هذا السواب يضايح هذا السواب يعني قرأوا قلوا الله 11 مرات بعد كل صلاة تأخذ منها كيف فأنا سأكتب لكم الحديث دي تحت فيديو نشاهد العمي في طواب العظيم والأعلم علما في الأجرى عميبيا من القيامة اشتركوا في القناة لأسرابكم كل جديد وتساعدونا عن شرسونة كل قول هذا استغفروا الله ليولا